وقفات احتجاجية متتالية ينفذها طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في دول المهجر وتعود إلى الواجهة من جديد تنديدا بتأخير صرف استحقاقاتهم المالية المتأخرة والحالية والتي ضاعفت معاناتهم وأسرهم في الخارج متوعدين الحكومة بمزيد من التصعيد في حال مؤتمرهم الأول المقرر إقامته أواخر يناير الجارية وكان الطلاب اليمنيين في جميع دول الابتعاث دعوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية بدءا من منتصف يناير الجاري في جميع الملحقيات الثقافية اليمنية في دول الاعتماد للمضالبة بسرعة صرف مستحقاتهم المالية والمتمثلة في الربع الثاني والثالث والرابع من العام الماضي والربع الأول إضافة إلى الرسوم الدراسية للعام الجاري مراقبون اعتبروا تخلي الحكومة عن واجباتها تجاه هؤلاء الطلاب ضعف من معاناتهم في دول الابتعاث ما جعلهم ينفذون العديد من الوقفات الاحتجاجية في الملحقية الثقافية ويهددون بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والحل الشامل لكافة مشاكلهم وأهمها سرعة صرف المستحقات المتأخرة وضمان الانتظام في صرفها وبصورة تلقائية طون مماطلة أو تسويف وأمام هذه المشكلة المتواصلة للطلاب في دول المهجر تعطلبتوا إلى المشاركة في مؤتمرهم الأول الذي سينظم تحت شعار معا من أجل حل شامل للقضية الطلابية والمساهمة في تنمية الوطن لمناقشة العديد من المحاور أبرزها الإشكاليات التي يواجهونها في ضوء القضية والحقوق والواجبات المكفولة في قانون الابتعاث وما بين الحين والآخر ينظم الطلاب المفتعثين للدراسة في الخارج وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة بصرف مستحقاتهم والتي يرى أكاديميون أن الحكومة تتجاهل بشكل متكرر هذه المعاناة التي فاقمها تفشي فيروس كورونا وجعل السلطات في دول الابتعاث تفرض إجراءات احترازية صارمة فاقبت من مأساة الطلاب الحاصلة أصلا بسبب الأوضاع المادية التي يعيشونها في ظل التعذر صرف مستحقاتهم بانتظام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر